عدنا الله يشهد بأنك صادق ثم يقول أفرشوه من الجنة ألبسوه من الجنة افتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها يعني هو بيستمتع بشيء من نعيم الجنة هو في هذه الحفرة الضيقة نؤمن ولا نكذب نؤمن نؤمن بذلك يأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره يعني ينظر ويرى إلى أقصى ما يمكن أن يقع بصره عليه قال وإن الكافر فذكر موته هكذا قال البراء يعني نابسهم ذكر موته يعني حال موت الكافر وشدة موت الكافر موت الكافر يختلف عن موت المين يختلف عن موت المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موت الكافر ثم قال تأملوا وتعاد روحه في جسده الكافر أيضا ستعاد روحه في جسده زي المؤمن بعد ما يموت تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكاني فيجلسانه فيقولان له الأسئلة الثلاثة المكشوفة المعروفة من ربك فيقول ها ها لا أدري ها ها دي كلمة يقولها الإنسان المتحير الذي لا يعرف الجواب تلما تستطيع سأل واحد سعود على فجأة كده ولا يعرف تقول لك يعني تقول إيه لا ده هذه الكلمة ربك التحير لا يعرف الجواب فلا يملك إلا أن يقول ها ها فيقولان له ينتقل ده السؤال الأول عن مين عن رب العالمين فيقولان له من ربك ربك مين زي ما سؤل المؤمن أيضا السؤال الثاني ما دينك فيقول ها ها لا أدري نفس الجواب من ربك ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري تذكر بقى أنت أيها المؤمن من ربك ربي الله دينك ديني الإسلام طب الكافر ده قد يكون مع المسلمين ويعيش ويعرف وقد يكون يعني يؤمن ببعض الأديان السماوية ويعرف بأن فيه رب مثلا بس هل يجيب لا يجيب ليه لأنه لم يؤمن ولم يصدق ولم يعبد لم يحاقق التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم دي السؤال الإيه السؤال الثالث ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول جوابه واحد لا يختلف ها ها لا أدري هذا هو جواب الكافر ومثل المنافق احنا أخذنا في الرواية السابقة قبل هذا الحديث ضم المنافق إلى الكافر وأنا قلت المنافق نفق ايه نفق اعتقادي اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإيمان بلسانه مش الإيمان عنده حقيقة لا ده هو يداري بس يظهر الإيمان ولكنه يبطن الايه يبطن الكفر فينادي مناد من السماء شوفوا الفرق المنادي للمؤمن الأول قال أن صدق عبدي وللكافر والمنافق نفاق اعتقادي وقال له ايه ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي وهذا دايدا أهل الإجرام والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى هو اللي يكذب على ربنا سبحانه يستحي من آية يكذبة على الخلق ولذلك احنا نقول يا إخواني نتمسك بالدين بيعلمنا الأخلاق الدين دين أخلاق دين عقائد وأخلاق وأداب ومعاملات تعلم ده كله من دين الإسلام فصفة الكذب دي عند الكافرين والمنافقين وسيسم بها بمجرد ما يوضع في قبره ويسأل عن هذه الأسئلة يسمي عن يوصف به منادي كده من السماء يقول أن كذب عبدي طيب الأول هو المؤمن بقى قال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها كافر المنافق الذي يقول ها ها لا أدري يقال أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار نعوذ بالله من ذلك أسأل الله لي ولكم أن يجنبنا هذه الأقوال وأهل هذه الأقوال قال فيأتيه من حرها وسمومها طبعا الأول يأتيه من طيبها ونعيمها وروائحها ولذتها والثاني يأتيه من حرها وسمومها السموم ليه الريح الشديدة الحرارة قال ويضيق عليه قبره الأول يوسع له قبره مد البصر الثاني يضيق عليه قبره أنا لا أريد واحد يستخدم العقل في ذلك يأخذ النبع عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول ورب العباد يقول للشيء كن فيكون تستغرب إيه ما ربنا خرج من الحجر ماء سبحانه وأوجدك من العدم يضيق على هذا الكافر والمنافق القبر الذي هو فيه حتى تختلف فيه أضلاعه الأضلاع دي عظم الجمد ومعنى تختلف يعني يدخل بعضها في بعض يعني لما يضيق عليه قبره كذا بعد ما كان مدفون في مكان وأجزاء فيه سليم لما يضغط ويضيق عليه قبره تختلف أضلاعه يعني يدخل بعضها في بعض قال زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد أيضا بعض الناس ينكر ذلك وأنا والله سمعت بإذنية من رجل يشافهني يسخر من ذلك تقول لي حكاية بالمرزبة وتقول له وسعت ثعبان ده كلام فاضل من يصدق بهذه الخرافات وهو الذي قد ملئ عقله وحشي بالكذب والباطل والزور والبهتاني والخرافات يقيض له معنى يقيض عن يصلط عليه أو يوكل به أعمى أبكم معه مرزبة من حديد مرزبة اللي تكون في إيد الحداد الذي يضرب حتى بها على الحديد يعني حاجة إيه قوية جدا لو ضرب بها جبل لصار ترابا دي كلها مساء الغيبية احنا مشوفناهاش ولكننا نؤمن بها قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلي فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح هذا مصير الكافر بعد أن بينا مصير المؤمن الحديث دي حديث عظيم فيه من القواعد الشرعية العظيمة التي تضمنها والذي ينفعنا في هذا المجال أو الذي نحتاج إليه اليوم في هذا اللقاء هو إثبات عذاب القبر ونعيم وفتنة القبر ليسؤال الملكين للميت في قبره وإذا كل ميت يضع في قبره سيسأل هذا السؤال وبيّن الحديث بأن المؤمن ينعم ويفرش له ويلبس له لباس من الجنة ويأتيه من روح الجنة وطيبها بخلياف الكافر الذي يفرش له لباس أو ثياب من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها هذا الكافر هذا نعيم للمؤمن وذاك عذاب للكافر أعاذنا الله منه إذن الحديث بوضوح تام وتفصيل واسع أثبت سؤال الملكين للميت في قبره كما أثبت نعيم القبر وعذاب القبر ونحن نؤمن ونصدق بما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه علي آخر حديث معنا في هذا الباب هو بمعنى الأحاديث السابقة وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبدالله بن نمير قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكر نحوه يعني ذكر نحو هذا الحديث وبهذا ينتهي هذا الباب وأنا أردت أن أقرأ هذا الحديث لننتهي من هذا من هذا الباب إخواني الكرام هذا الحديث العظيم أو هذا الباب الذي درسناه الآن فيه فوائد في الحقيقة عظيمة جدا والأمر المهم اللي أذكر إخواني به دائما إن المسائل الغيبية التي أخبرنا بها في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية لا تقاس على الأمور المشاهدة بيننا بل يجب أن نؤمن به دي خرجة عن الأمور المعتادة دي اسمه عالم الغيب عالم الغيب أنا أؤمن به كما ورد لأن تفصيلاته تفصيلاته على وجه الحقيقة لا يعلمها ولا يعرفها إلا الله طيب واجب نحوها إيه أن أصدق وأن أسلم لما قاله الله وقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الشاهد ومن ذلك عذاب القبر ونعيم القبر حقيقة يا إخواني عذاب القبر ورد فيه أحاديث كثيرة وذكر أهل العلم أن هذه الأحاديث متواترة وفي جميع كتب العقائد وإذا مجالنا الحمد لله وتخصصنا لدرسنا فيه ما في كتاب من كتب العقيدة إلا وتكلم عن هذه المسألة وأدخلها ضمن مسائل الاعتقاد ودي منصوص عليها في القرآن الكريم يعني الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان ودي من مقدمات اليوم الآخر لأن القبر ده مطي إلى الآخرة دي البداية بينتقل السم من الدنيا ينتهي ليبدأ بعد ذلك المشور إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة ذكرها علماء الحديث وإمة وعلماء الاعتقاد في كتبهم وعقيدتهم كلهم ذكروا ذلك إمام التحايل رحمه الله يقول وقد تواترت ما يدل على أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه هنا فيه إشكالية يعني أو أتركها الآن سأقولها في نهاية اللقاء عند بعض الناس وأرد عليه حقيقة فيه ناس أنكرت عذاب القبر ونعيمه منهم الملاحدة اللي هم يعني لا يؤمنون حتى بالنشأة الأولى ولا بالنشأة الآخرة وبعض الفلاسفة وفريق من الخوارج عاذنا الله وإياكم من مذهبهم الرديء وكذلك بعض المعتزلة فضرار ابن عمر من المعتزلة كان ينكر أيضا عذاب القبر عذاب القبر هم أنكروه لأنهم يشككون في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وربما يقول واحد منهم والله إحنا بنقتصر على اللي في القرآن فحسب قد تسمع واحد يقول ذلك وده حجة باطلة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق طرم أنه وحي من عند الله وصادق فيه كالذي جاء في كتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن وفي رواية أوتيت الكتاب ومثله معه يعني السنة صلوات الله وسلامه عليه هم يقولون دي أحاديث ويكذبون بها ويقولوا لا القرآن بس ما ذكرش هذه المسألة وإحنا نكتفي على ما في القرآن فحسب نقول لهم طيب ماذا تقولون في الإشارات القرآنية التي وردت في القرآن الكريم وفيها إشارة إلى عذاب القبر ونعيمة هو فيه نعم فيه وردت آيات في القرآن الكريم فيها إشارة إلى ذلك سابق أن ذكرت بعضها الآية في الحديث قبل هذا في قول الرواي فذلك مصداق قول الله تعالى بعد ما يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مصداق قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فأشار إلى تثبيت الله للمؤمن في قبره عندما يشهد لله بالوحدنية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة الإمام البخاري رحمه الله ترجم في كتابه الصحيح بابا قال فيه باب ما جاء في عذاب القبر بابا البخاري تكتب حديث آه ساق تحته أحاديث ولكنه ساق تحته آيات كثيرة منها قول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى سنعذبهم مرتين قال عذاب الدنيا وعذاب القبر إذن سنعذبهم مرتين لذلك أن في عذاب عذاب الدنيا مرة وعذاب القبر مرة أخرى لأن الله تعالى في هذه الآية قال ثم يردون إلى عذاب عظيم فالعذاب العظيم عذاب آخر غير عذاب القبر غير المرتين المذكورتين الآن في هذه الآية ومن أوضح الأدلة تبهوا معي ومن أوضح الأدلة الدلة على عذاب القبر في القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها ذا الكلام دا عن جماعة فرعون ربنا بيقول بعد ما أماتهم النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في الصباح والمساء ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن النار اللي بيعرضوا عليه في الصواح والمساء دي قبل دخول النار في الدار الآخرة تكون فين تكون في القبر تكون في القبر أيضا مصدق ذلك من كتاب الله عز وجل ما قاله الله تعالى عن قوم نوح لما أغرقهم سبحانه قال أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا الفأ كما يقول علماء اللغة تفيد الترتيب والتعقيد يعني ادخلهم النار جاء مباشرة عقب الغرق مباشرة لأن الفأ تفيد ذلك بعد أن أغرقهم الله مباشرة عمل فيهم إيه أدخلهم النار طيب هما لسه ما وجدش الدار الآخرة ده ده في القبر أغرقوا فأدخلوا نار النار المرض بها نار إيه نار وعذاب القبر ولذلك قال القرطبي رحمه الله بعد تعليقه على قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدو وعشية قال الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر هذا جمهور العلماء جمهور المسلمين فين الشوذاذ بقى فين الشواذ فين أصحاب العقول الضعيفة الواهية الميتة المنغلقة اللهم يتهموا غيرهم بالانغلاق لا والله إحنا متفتحين على القرآن والسنة وعلى الدنيا كلها بالحق وليس بالباطل ونؤمن ونصدق ونسلم لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فنعيم القبر وعذابه حق طيب في شبهة اللي وعدت أن أنا أتكلم عنها والمجال طويل وربما يعني أذكر شيئا منه في حلقة أخرى إن شاء الله أقول في حجة عند هؤلاء الناس أو تقوم في أذانم شبهات يقول لك أنت بتقول عذاب القبر ونعيم القبر طيب ما هو في ناس لا تقبر يعني في ناس تموت ولا تقبر يعني لا تقع في القبر مثل من يعني هو يعني يحرق ده ويصر مات ما هو ده لا يقبر لو أن واحد أكلته السباع والذئاب في البوادي وأصبح في بطنهم وتحلل وهذا درست والله وأنا في الأزهر الشريف المرحلة الثانوية كل هؤلاء يسألون وينعمون ويعذبون كيف ذلك الله أعلم ربي والله على كل شيء قدير ويكتب إن أنا أقول ربي على كل شيء قدير كل من مات سيسأل وسينعب إن كان من أهل الإيمان وسيعذب إن كان من أهل الكفر والبغي والطغيان ولهذا الحديث إن شاء الله تعالى صلة لضيق الوقت في هذا المقام وهي صلة يسيرة إن شاء الله تعالى أكملها في بداية اللقاء القادم فإلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله سنن الحبيب محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة ضربنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة